موسيقى موسيقى عملنا تجربة عملية مع الشيخ الدكتور عبدالعزيز النعامي نزل هو للمقبرة لمدة عشرين دقيقة يا ترى كيف يكون حال قلبك لو كنت في المقبرة لمدة عشرين دقيقة موسيقى من الأمور التي ترقق القلب زيارة المرضى وحضور الجنازات فكيف بمن يعيش حقيقة الموت ويتسربل به إن أكبر عظة هي أن تعيش الموت حقيقة لا خيالا وتزهد في الدنيا وتقبل على الآخرة وترجو رحمة ربك موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مع ناسي مع أولادي وأهم شي معه شو عملت ماذا سوف أغير يمكن هذه التجربة تخيلني عد ليس ذكرياتي لكن كيف رتب حياتي سبحان الله يمكن دقائق بسيطة لكن كيف أثرت هو سوف أدؤثر في حياتي نموذج بسيط نحن كثير نخاف من الموت لكن الموت هو جزء جزء بسيط من بداية رحلة الآخرة وكثير من الناس تخاف من هذا الموت لكن أعتبر أن هذا الموت جزء لنعتبر وجزء لنحيئ وجزء لنرد ونعطي الجميل ونعتبر الآن بجسد وروح الله أعطني فرصة ثانية بجسدي وروحي أرجع مرة ثانية وأعمل وأزرع وأحصد وأعطي إلى آخر لحظة حتى تكون جاهز لربي قمتي الملائكة تقسني بروح بدون جسد والآن عندي روح وعندي جسد عندي الكثير بإذن الله سوف أغير يمكن تكون دقائق يمكن تكون أيام ويمكن تكون كسنوات لكن بإذن الله سوف أغير مرحبا أرجوك حياتي بحثنا أخياتي الأرض مرحبا بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر